تخليداً لليوم الوطني للسلامة الطرقية نظامت المحكمة الابتدائية بتارودانت اليوم الخميس ندوة علمية حول موضوع السلامة الطرقية مسؤولية الجميع اليوم حضرنا هذه الندوة حولنا الحضور دينا لقاء دي الوحد المدخلة اللي كتهم أولاً التوجهات العامة دي الوزارة في هاتشان ومن طبيعة الحال كذلك الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية وطرقنا كذلك إلى المجهودات المبدولة خاصة في إدخال آليات المراقبة في صفة عامة خاصة رادارات الحديثة فيما يخص كما قلنا في تزويد المركبات والحافلات بالجي بي اس وهذا وكذلك تطرقنا إلى واحدة النقطة التي هي مهمة وهي تهم الإقليم تارودات وفيما يخص النقل الغير نظامي وما يعرف بالنقل السري بالإقليم أشغال هذه الندوة تطرقت إلى المقاربة القضائية لمدونة السير والإشكاليات العلمية المتعلقة بالتطبيقها وكذلك راهات والتحديات التي عرفتها تنزيل مضامن المدونة على أرض الواقع المشريع من بعد مدة من تطبيق المدونة للسير شاف بأن هناك مجموعة من تغارات دخل في 2016 الآن نحن في 2022 كان أعتقد بأنه حان الوقت كذلك لتدخل المشريع من أجل صد هذه التغارات اللي ما زال كتعتري تطبيق مدونة السير كما لحتو كان واحد النقاش قوي ما بين المحاضرين خاصة من نهاية القضاء وكذلك الدفاع حول بعض المجموعة من النقاط كل واحد يشوف المنظور دياله الخاص أنا في نظري التدخل الشريعي هو اللي سيحسم هذه النقاط المغرب يواصل بدل الجهود لمواجهة أفات حوادث السير وحرب الطرقات واليوم الوطني مناسبة سنوية للتدكير والتحسيس بأهمية السلامة الطرقية وإبراز الدور التوعوي في هذا المجال والحد من ارتفاع حوادث السير ترجمة نانسي قنقر